وفي ذات الملف قال السياسي الكردي والعضو السابق في المكتب السياسي لحزب الاتحاد الإسلامي دندار نجمان دوسكي أن هدف حزب العمال هو الإساءة والإضرار بتجربة وكيان إقليم كردستان وأضاف أن الحزب ترك ساحته الرئيسية في تركيا ويركز عملياته داخل الإقليم بما يسهل تدخل دول الجوار بأمن وشؤون الإقليم الداخلية بما يحدد استقراره وزعزعت الثقة بأركان البيت الكردي في غرب وشرق وشمال كردستان